أكد رئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبدالوهاب أكد أن مصر استطاعت توفير مناخ جاذب للإستثمارات الأجنبية حيث حقق الاقتصاد المصري استقرار ملحوظا ومعدلات أداء إيجابية وخلال لقائه السفير الألمني لدى مصر فرانك هارتمان أشار رئيس هيئة الاستثمار إلى أهمية التي توليها مصر لتشجيع الاستثمار الخاص وقيامها بالتواصل المستمر مع الشركات الألمانية العاملة في البلاد والشركات المهتمة بتنفيذ استثمارات جديدة ذلك لعرض فرص الاستثمار والتوسع في المجالات محل الاهتمام خاصة بالشركات الألمانية والتي تتنوع في عدة مجالات من جانبه أشهد سفير الألمانيا بالعلاقات الوطيضة ما بين البلدين خاصة في المجال الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة أزمة كورونا معربا عن ثقته في الاقتصاد المصري وحرصه على استمرار التعاون ما بين الجانبين خلال الفترة المقبلة هذا واتفق الجانبين على ترتيب لقاءات مكثافة بمقر الهيئة مع ممثل الشركات الألمانية المستهدفة ذلك لمناقشة الفرص الاستثمارية محل الاهتمام المشترك فضلا عن تحديد أليات عمل لجذب مزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر ترجمة نانسي قنقر